الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين وأهلا ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة ومرحبا بالجميع ومعنا هذه الرؤى التي وصلتنا من أصحابها ومعنا أم إيناس من بشار كنت في دار أبي هذا في الحلم في المنام وأردت تنظيف غرفته بعد مدة وجدت فيها عنكبوت أردت أن أبعده عني لكي لا تتمكن من إيذائي فجأة عفوا فجأة تعولت العنكبوت إلى وحش وقع على الأرض وبعدها تعول إلى رجل تكلم فقال لي لو أخذت لو أخذت أباك إلى الراقي لكان ذلك خيرا له إذن أقول خيرا تلقينه وشرا تتوقينه وخيرا لنا وشرا لإعدائنا والحمد لله رب العالمين هذه الرؤية إن صحت وصدقت حقا فوالدك محتاج إلى الرقية فأبوك مصاب بالعين وأهل بيتك الكبير يعني دار والدك ليس دار زوجك محتاج لرقية البيت ورقيتهم فحاول يا أختي أم إناس الذي أعلمه أن بشار مليئة بالزوايا القرآنية وبالكتاتيب القرآنية فهي عامرة في كل فج وفي كل مكان إلا وتجد زاوية أو مكان مدرسة يقرأ فيها القرآن الكريم فحاولوا تشوفوا في راقي الشرعي جلداركم يرقي البيتاتكم ويرقي باباك ويرشها بماء مرقي هكذا بإذن الله عز وجل تكوني قدمتي خدمة جليلة وكبيرة وعظيمة لوالدك بإذن الله عز وجل وكلما بالرؤية أن العائلة التاعك الكبيرة عندهم العين وارقي لهم إن شاء الله وباربي إن شاء الله بعض الرقية يرتاحون من هذا العنكبوت ويرتاحون من هذه العين وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم وكل الأمة الجزائرية والله أعلم أهلاً ومرحباً أهلاً ومرحباً السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم لا بس أستاذ أشراك خير في عافية الحمد لله الله يدك العافية من معي عبد النور من العاصمة أهلاً سيعمر مرحباً 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 عبد النور مرحباً بك سي عبد النور لا بس خير والله الحمد لله أستاذ أنا عندي واحد الحلم نعم حلمت أنني كنت نقود في سيارة ما شاء الله يه وبعد قياتي للسيارة درت حادث يه الحادث تسبب به موت شخص عارفه بعدها جالي الأب تاعو قل لي بلي رك قلت الإبن التاعي وغير منه بعد ذلك تقلقت ساقطت وبقيت يعني ما دفطنت نوت كيف ما دفطنت فتنت من النوم بعدها افطنت من النوم قل لي انت عندك سيارة ولا ما عندك سيارة عندك سيارة عندي السيارة وهذا اشتركوا تعرفو تعرفو في ابن شخص معا في العمل في العمل يعني ولد زميل في العمل وليد زميل وهذا الذي قتلته كم عمره في الملام يفوق 40 سنة يعني الميتي فوق 40 سنة يفوق 40 سنة يعني وليدتها وراء تجاوز 60 الوليدتها ويتجاوز أكثر من 60 وانت الله يبارك حال عمرك 42 سنة الله يبارك ورؤية دي متى رأيتها في الليل في النهر في الليل في الليل عندك ذلال الله يبارك عندي إذن أخي عبد النور تبقى معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك مرحبا الله يبارك فيك العفو خيرا تلقاه وشرا تتوقاه هذه الرؤية إن صحت وصدقت يا أخي عبد النور من الجزائر العاصمة لها لها تفسيرات وتفصيلات ما أنصحك بأولا أن تخرج صدقة حاجة الأولى أنصحك بأن تخرج صدقة والحاجة الثانية هي أضغاث أحلام لأن الصدقة بلا رؤية جيدة بلا رؤية جيدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بالصدقة والتعب النفس يعتبر مرض والقلق يعتبر مرض والثراب في الذاكر يعتبر مرض ودواء الصدقة والصدقة دواء لكل الأدواء ولكل الأمراض والأزمات فهذه أضغاث أحلام أراد الشيطان أن يخيفك ويزعجك ويخليك تخمن باليكره حتى الحادث مرور وتكون سببا في قتل إنسان فأقول له كلا هذا حلم من الشيطان دور علي سرطعك يا سي عبد النور وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفذ ثلاثا واستغفر الله وقرأ القرآن وآخر الصدقة لفقراء قرابتك أو جيرانك أولياتاما ولما تطلع سيارتاك جيب الدعاء ودير القرآن دخل سيارتاك سورة البقرة أنصحك بهذا خذ نصيحتي وقبل بها دير سورة البقرة في سيارتاك وأحكم ما مرك ورش به الطنوبين من مرة من داخل ولا شيء عليك بإذن الله عز وجل والله أعلم أهلا بسبيلال من الطرف سباح الخير الشيخ سباح النور والخير والباركة والعاذية سبيلال ولأسرتك ولكل سكان الطرف الله يسلمك يا عيش في الشيخ الله يبارك فيك وأقول لأخي بلال مرحبا لك للمرة الألف مرحبا والله يسلمك الشيخ بلدية بالريحان زيادة الله يبارك سلمنا على كل بلدية بالريحان والطرف يعني كلهم كلهم الشيخ السعيد وقناة النهار تبلغكم تحياتهم وسلامهم إن شاء عيش في الشيخ النهار الله يبارك فيك ومرحبا بأخي مرحبا أحكيلي أنا الآن معك على المباشر أحكيلي على المباشر خير أنا أقولك سباح أنني متزوج بأ متزوج ومراتي ولي غير نطلق ونطلق ونطلق ما سمتش أنا أخي ما أنت مزوج ولا لا نزوج وشفت روك عاوة الزواج أه والمراتي قلتك عاوة الزواج ما لنطلقني سيبني أنا أخي نطلق نطلق يعني يعني الغير الغيرة حكمتها محملتها كيف تجيب علي مرة ثانية ها يعني محملتها مرة يعني غضبت وقاتك عليها تزيد علي مرة ثانية اطلقني والا اه سي بلال اش حال في عمرك الله يبارك 29 29 عندك ذريا ولا لا ما زال ما عنديش يعني إن شاء الله عن قريب إن شاء الله واذا منها يا سي بلال متى كانت في الليل ولا في النهار في الليل إذن العلاقة سوجي أمليحة 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 والله ماشي يا رحمة ربي يا شيخ إذن سي بلال أبقى معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك مرحبا الله يسلمك يا شيخ بارك الله 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 بارك فيك والله يعطيك العافية إن شاء الله يا رب أمين إذن خيرا تلقاه وشرا تتوقاه أخي بلال من ولاية الطارف الولاية التي فيها الأبطال والشجعان ورجال التاريخ أقول لك يا أخي ألفاظ البلال هذه الرؤية تبين أن المحبة بينكما أي بينك وبين زوجتك ستقوى وتشتد وتكبر وسيوفقكم الله تبارك وتعالى فهذه الرؤية تفسر بالعكس وتفسر بالذد معناها المحبة بينك وبينها ستقوى وستشتد وتكبر وتعضض وأسأل الله لك ذرية صالحة ولما جي ذكر الذرية إن شاء الله عيطنا حتى نهنئك ونبارك لك على المباشر إن شاء الله وبشر زوجتك بأن الرؤية يعني صالحة والرؤية تبين أنكما قلب واحدا وعقل واحدا وجسد واحدا أسأل الله لكما طول العمر والبركة في الحياة والبركة في الحياة والحفظة من كل مكروه والله أعلم كذلك معنا بعض الرؤى التي وصلتنا ومعنا نسيم من تزوزو نسيم من تزوزو يقول مساء الخير يا شيخ ما تفسير من يرى نفسه يشرب الخمر في المنام مع العلم يا شيخ أني أسكن في مدينة تزوزو بفرنسية سونترفيل باللغة الفرنسية تزوزو معناه فلافيل قال مع العلم أني أصلي وما عرفت شرب الخمر طول حياتي وسأظل كذلك وأنا مقتنع أشد القناعة بأن الخمر حرام ولكني قلقان يا شيخ لأني رأيت أنا نسيم أشرب الخمر في المنام أنا خائف يا شيخ يا شيخ والله ما شربت الخمر طول حياتي لكن ما معنى أني أرى نفسي أني أشربه في المنام إني أخاف الله يا شيخ إني أخاف الله تبارك وتعالى فعلى وجه ربي يا شيخ ما تفسير هذه الرؤية أنا لست مطمئن حتى أسمع الجواب وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرا تلقاه وشرا تتوقاه وخيرا لنا وشرا لأعدائنا والحمد لله يا رب العالمين هذه الرؤية لأخي نسيم لا أدري كم مضى من سنك ما قلت لش حال في عمرك أنا أشكرك جزير الشكري وأسأل الله أن يكثر من أمثالك في مدينة التاريخ مدينة العلماء مدينة الزوايا مدينة عميروش وعبا الرمضان مدينة الأمازيغيين الأحرار مدينة الزوايا القرآنية مدينة فاطمان سومر نعم مدينة أجروم صاحب الأجرومية نعم ومدينة باقي العلماء الزواوة وهم كثيرون لا أستطيع الآن ذكرهم في هذه الحصة المتواضعة فأقول لك شرب الخمر بنسبة لك جيد لأن علماءنا بيّنوا وقالوا الذي لا يشرب الخمر في الدنيا ويرى نفسه أنه يشربها مليحة لأن الخمر يا أخي نسيم ويا كل من يسمعني وتسمعني أقول الخمر محرم مؤقتا هو الخمر محرم بروفيزوار معنى مؤقت لكن مؤقتا في سائل حياة الدنيا وحلال في الجنة إذن محرم في الدنيا حلال في الآخرة حلال لأهل الجنة فمن لم يشربه في الدنيا ويراه بالمنام فهو خير إذن سيشربه في الجنة لأنه ما تنسوش أيها السادة والسيدات المستمعين والمستمعات اسمعوني جيدا واسمعنني جيدا أنه في الجنة أربعة أنهار كان أربعة أنهار في الجنة ومنها نهر من خمر لذة لذة للشاربين معنى في الجنة رهن نهر من خمر فأهل الجنة يشربون من هذا النهر لكن أقول لأخي ناسيم ما دمت ما تشربش في الدنيا وتكرهه وأنت مقتنع بتحريمه فأبشر فأسأل الله عز وجل أن يثبتك على ما أنت عليه من التدين الصحيح والإسلام الصحيح والسير في طريق الإسلام القوي الذي مشى عليه الرسول والصحابة والذي عليه الشعب الجزائري وجمعية العلماء المسلمين تحت قيادة البروفيسور عبد الرساق السوم أعطان الله في عمره وبارك الله لنا في حياته وأعضاء جمعيته جميعا إذن ما دمت كذلك فالرؤية جيدة أبشر 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 ما وش مليح الخمر في المنام لمن يشربه في الدنيا اللي لا يشربه ويشوفه في المنام مش مليح عليه في اللي يحذر في اللي يحذر وليتوقف فورا أما لما يشربوش ويشوفه مليح وأبشر وأسأل الله أن أشربه أنا وأنت ونتمنى للشعب الجزائري قاع يشرب الخمر في الجنة إن شاء الله إذن أطمئن أي الشعب أن الشعب هذا عظيم وأنا متفائل أن الله تبارك وتعالى سيرحم الأمة الجزائرية يوم القيامة وأسأل الله أن يدخلنا جميعا لجنة الفردوس والرؤية جيدة والله أعلم كذلك معنا بعض الرؤى التي وصلتنا ومنها العبد الحميد من لقاط عبد الحميد من لقاط ولاية بمردس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تفسير أني رأيت أني آكل العسل وأشرب الزيت في المنامي ما تفسير من يرى كذلك أنه يشرب الزيت والعسل في المنامي وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيراً تلقاه وشرًا تتوقاه وخيراً لنا وشرًا لعدائنا والحمد لله رب العالمين إذن أخي الفاضل المحترم هذه الرؤية جيدة ما دمت ترى نفسك أنك تشرب في زيت الزيتوني وتأكل العسل أظن أنك مريض وما دمت تشرب الزيت أو زيت الزيتوني فهذه الشجرة أقسم الله بها في القرآن وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فهذه أشياء أربعة أقسم الله بها في سورة التين وبدأها بالتين والزيتون والتين هو الكرموس لموجود في بلد القبائل الصغرى أو الكبرى وهو جيد ونافع والزيتون هو إما الزيتون الذي أكله أو ما يخرج منه لما يصار في المعاصر ويعطي لنا هذا الزيت النافع الذي أصبح ثمنه باهظا لا يقدر عليه الجميع فزيت الزيتون في المنام يدل على أنك ستشفى وتبرى وتتعافى وتتماثل للشفاء وترتاح بإذن الرحمن أما العسل في الشفاء أيضا ويكفيه شرفا أن الله أنزل فيه صورة صورة النحل والله فيه من الأحاديث ما لا يحصان ولهذا أقول لك أبشر الرؤية جيدة وسترتاح وتتعافى بإذن الله والله أعلم وإلى حصة قادمة أخرى إن شاء الله وأترحم على عم جمال مراحي الذي يقبر اليوم ويثن اليوم في مقبرة بئرتوتا نسأل الله أن يرحمه ويتغمده برحمته الواسعة ويثبته عند سؤال الملاكين ويوسع له في قبره ويغسل خطاياه بالماء والثرج والبرد وينقيه من كل الذنوب والأوزار ويلقى الله سالما غانما صفحة بيضاء كلها حسنات بإذن الله عز وجل والله أعلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وشكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته